اشتركوا في القناة أي سيلتجئون إلى ربوبية الله عز وجل على صفة الانقياد له خضوعا له سبحانه وتضرعا بين يديه ولذا قال عبدا أي سيأتون جميعا على صفة العبودية بطاعة تامة وانقياد تام مع ذل وخضوع لله جل ثم قال لقد أحصاهم أي أن الله قد عرفهم واحدا واحدا وحصرهم وأحاط بهم بحيث لا يتمكنون من الهرب أو أن يسلموا من شيء من العقوبة لقد أحصاهم وعدهم عدا أي عرف أعدادهم وعرف أعداد أعضائهم وعداد أيامهم وأعداد أنفاسهم فإن الله لا يخفى عليه كل شيء عنده بمقدار ثم قال وكلهم أي جميع البشر وجميع الجن والإنس آتيه أي سيحضر في يوم القيامة عند الله جل وعلا وحيدا أي فريدا ليس معه من الدنيا شيء من مال أو من مناصر يقوم معه